أول محطات هذا الاقتحام كان عام 2019 ذكرتم سيدي في اقتحام الأقصى في عيد الأضحى حتى نتنياهو خرج حينها وقال لن نقتحم الأقصى ولكن طبعا الكذب دايدانهم بعد أن فضت جموع المصلين دخلت قوات الاحتلال بعنف و بقسوة كما شاهدنا في هذه الأيام إلى داخل الأقصى هذه المحطة الثانية في اقتحام العشر خمسة 2021 في 28 رمضان من العام الماضي كان لدينا مناسبة احتلال كامل القدس أو ما يسمى عبريا توحيد القدس كذلك أمر حاول اقتحام الأقصى ولكن ثبات المقدسين منعهم ثم في شهر سبعة أيضا تم اقتحام الأقصى في يوم التروية يوم التروية يوم عرفة نعرف مناسبات أساسية إسلامية ولكن تزامنت حينها مع ذكرى خراب المعبد نأتي إلى هذا العام لأن في عام 2022 و 23 لدينا محطات أيضا أخرى ولكن يوم شهية الاحتلال اصبحت مفتوحة ويريد أن يفرض هذه التقوس بشكل أكبر و بمدى أعام أول هذه المحطات كانت الفصح العبري معلومة بسيطة الفصح هو واحد من أهم ثلاث أعياد عند اليهود وهو يعد واحد من أعياد الحج لذلك له هذه المركزية الدينية